مرحبا بكم في برنامج جاهز معكم أستاذ عمرو مصطفى من سانوية عبدالله الأحمد الصباح سنقوم بمراجعة أهم المواضيع والأسئلة المتوقع ورودها في اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني لمادة الفيزياء للصف الحادي عشر علمي ونرجو من الله التوفيق والنجاح لكم جميعا أبنائنا وبناتنا طلبة والطالبات أول السئلة عندنا عن جزء الفيزياء الحرارية أو الحرارة بيقول لي كرة من الحديد كتلتها صفر بوينت اتنين كيلو جرام ودرجة حرارتها خمسين درجة سيليزية فإذا علمت أن الساعة الحرارية النوعية للحديد ربعمية وستين جول لكل كيلو جرام كيلفن بيقول لي احسب ما يلي أول شي طالب مني حساب الساعة الحرارية للكرة مظبوط الساعة الحرارية اللي هي رمزها سي كابيتل بتساوي سي سمول اللي هي الساعة الحرارية النوعية خلاص ضرب الكتلة كتلة الجسم الساعة الحرارية النوعية ربعمية وستين زي ما معطيني اياها ضرب الكتلة صفر بوينت اتنين وبالله الحزب حضراتكم تقدروا تتأكدوا من الناتج يطلع معانا تنين وتسعين جول لكل كيلفن المطلوب التاني طالب مننا حساب الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة الكرة إلى درجة مية وخمسين درجة لو لاحزنا أن درجة حرارة الكرة في الأصل كانت خمسين درجة أنا عايز أرفعها إلى مية وخمسين بفينا عملية اكتساب حرارة إزاي هنحسب كمية الحرارة أيوة مظبوط كده كيو بتساوي م في سي في دلتا تي أو سي في م في دلتا تي السي اسمول اللي هي الساعة الحرارية النوعية زي ما هو متدالي في المسألة فوق ربعمية وستين ضرب صفر بوينت اتنين اللي هي كتلة الجسم ضرب دلتا تي وهي عبارة عن تي تو ناقص تي ون أو تي فاينل ناقص تي انيشيل درجة الحرارة النهائية اللي أنا عايز أوصل لها اللي هي مية وخمسين درجة الدرجة اللي ابتدائية اللي عندي اللي هي خمسين درجة يبقى مية وخمسين ناقص خمسين وبالآله الحاسب أقدر أطلع إنها تجي طلع معايا تسعة تلاف ومتين جول ده أول نوع من أنواع المسائل اللي هي خاصة بجزء الحرارة المطلوب التاني ممكن أحله بطريقة تانية إن الكيو بتساوي طبعا إحنا عارفين إن سي في أم هي عبارة عن الساعة الحرارية أقدر أقول إن الكيو بتساوي الساعة الحرارية نفسها اللي أنا حسبتها من المطلوب الأولاني ضرب دلتا تي وعوض ويديني نفس الناتج ده حل آخر أو طريقة أخرى للحل وتعتبر صحيح المسائلة التانية عندنا بيقول لديك كتلة مقدارها 0.2 كيلو جرام من الماء كمية من الماء كتلتها 2 من 10 في درجة حرارة 20 درجة سيليزية تحولت إلى بخار ماء اللي بان عندي كمية من الماء درجة حرارة 20 درجة اتحولت إلى بخار ماء عند درجة 100 درجة سيليزي بقول لي إذا علمت أن سي ووتر اللي هي الساعة الحرارية النوعية للماء عبارة عن 4,180 والحرارة الكامنة للتصعيد اللي فيه عبارة عن 2.26 في 10 قصة 6 بقول لي احسب ما هي لي رقم واحد كمية الحرارة كمية الحرارة اللازمة لتغيير درجة حرارة الماء من 20 درجة إلى 100 درجة الماء عشان يتحول إلى بخار بيمر بعدة مراحل زي ما احنا درسنا وعرفنا أن الماء لازم يتحول إلى ماء من درجة 20 إلى ماء عند درجة كم؟ أيها ممتاز عند درجة 100 يبقى كمية الحرارة هنا بتساوي كيو بتساوي M في C في دلتة T السي عندنا طبعا سي ووتر الام الكتلة اللي هو من الدهاني عندي دلتة T اللي هي فرق درجات الحرارة اللي أنا عايزة وصله من 20 درجة اللي هي T initial أو T1 إلى T final اللي هي عبارة عن 100 درجة سيليزية نضرب النوادج دي مع بعض على الأل الحسبة نوصل مع بعض إلى كمية الحرارة اللازمة المطلوب التاني عايز كمية الحرارة اللازمة لتحويل الماء إلى بخار تمام هنا بتثبت درجة الحرارة أثناء عملية التسخين وبيتحول الماء إلى بخار عند درجة ممتاز المية درجة سيليزية هنا هنعوض بأن الكيو بتساوي M في LV M الكتلة اللي معطيني إياها في بداية المسألة LV معطى ونضربهم مع بعض ويطلع معي النتج وبكده ده النوع التاني من المسائل مسألة تانية عن الحرارة برضو عن تغير الحالة بقول لي حسب الطاقة اللازمة لتحويل قطع من الجليد أو الجليد تلك كتلتها 50 جرام مديني الكتلة طبعا هنا بالجرام درجة حرارتها صفر درجة سيليزية إلى ماء عند درجة 100 هنا عملية التحول هتتم على أكثر من مرحلة زي ما حضرتك عارف يبقى احنا هناخد الجليد من درجة صفر أبناء وبنات الطلبة والطالبات هيتحول من جليد صفر إلى ماء عند درجة ممتاز الصف وهنا عملية انصهار وبتثبت فيها درجة الحرارة ويبدأ الماء يتحول بعد كده من ماء صفر إلى ماء عند كم ممتاز عند 100 درجة سيليزية يبقى هنا المطلوب عندي هحسبه 2 كيو داخل المسألة طالب مني كمية الحرارة اللازمة لتحويل الجليد إلى ماء دون تغير درجة الحرارة يعني هنا المقصود بها كمية الحرارة اللازمة للانصهار لحدوث عملية انصهار للجليد كيو بتساوي MFLF الكتلة كتلة الجليد اللي أنا بادئ بها المسألة طبعا الكتلة هنا بالجرام أحولها إلى كيلو جرام أضرب في 10 والسالب 3 أو أن أنا أقسم على 1000 يطلع معايا 5 من 100 ضرب الحرارة الكامنة للانصهار LF نضربهم مع بعض ويطلع معنا الناتج المطلوب التاني مننا حساب كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة الماء من صفر درجة إلى 100 درجة هنا بنطبق القانون ممتاز كيو بتساوي MFC في دلتا T ودلتا T زي ما حضراتكم شايفين عبارة عن 100 درجة اللي أنا عايزة وصلها اللي هي T final أو T2 ناقص T initial اللي أنا بادئ بيها وهي عبارة عن الصفر درجة هنضربهم كلهم في بعض المعطيات اللي هم الدهاني والآلة الحاسبة ويطلع معايا الناتج المطلوب الأخير عايز الطاقة الحرارية الكلية يعني مجموع الطاقتين اللي أنا حسبته بعد ما حسبنا الطاقة الحرارية اللازمة لتحويل الجليد إلى ماء أو لحدوث الانصهار والطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حارة الماء من صفر إلى 100 درجة عايزني أحسب الطاقة الحرارية الكلية اللازمة لذلك يبقى أنا هجمع الاتنين كيول لنا وتوصلت لهم في الحل وبكده خلصنا المسألة مسألة تانية عن مسائل الخلط أو زي ما بنسميها بيقولي مساعر مهمل الساعة الحرارية النوعية بيحتوي على 1 من 10 كيلو جرام من الزيت درجة حرارته 25 درجة سليزي يبقى أنا عندي مساعر موجود فيه زيت درجة حرارته 25 درجة سليزي أضفنا إلى المساعر اللي فيه الزيت ده حطنا عليه أو وضعنا داخله قطعة من الألمنيوم كتلتها 0.06 كيلو جرام درجة حرارة الألمنيوم 100 درجة اتخلطوا مع بعض فوصلنا إلى أن درجة حرارة الخليط ثبتت عند 41.2 درجة سليزية وينا حصل الاتزان الحرارية بيقولي فإذا علمت أن الساعة الحرارية النوعية لمادة الألمنيوم بتساوي 899 احسب ما يلي أول مطلوب عندي كمية الحرارة التي فقدتها قطعة الألمنيوم لأنه طبعا الألمنيوم كان درجة حرارته 100 درجة وصل إلى 41.2 يبقى أنه حدث فقد في الحرارة يعني الألمنيوم فقد الحرارة اللي فقدها الألمنيوم المفروض من يكتسبها المفروض إن اللي هيكتسبها هو الزيت طيب تعال نشوف إزاي هنحسب كمية الحرارة طبعا فيه هنا فقد في الحرارة وفي تغير كانت درجة الحرارة 100 أصبحت 41.2 يبقى الكيول مطلوبة مني هنا هتكون كيو عبارة عن إيه؟ ممتاز م في سي في دلتا تي يبقى كيو للألمنيوم بتسوي م في سي طبعا الساعة الحرارية النوعية للألمنيوم ضرب تي فاينال زي ما حضرتك شايف ناقص تي انيشيال أو تي تو ناقص تي وان وبالتعويض ستة من مية اللي هي كتلة الألمنيوم اللي مدهاني في بداية المسألة ضرب الساعة الحرارية النوعية للألمنيوم ضرب فرق درجات الحرارة طبعا التي فاينال هنا اللي هي وصلنا إليها اللي هي 41.2 ناقص المية درجة اللي كانت في بداية المسألة وصلنا إن طبعا هنا الإشارة بالسالب بتدل على إيه؟ حدوث فقد للحرارة وكده إحنا حسبنا المطلوب التاني منه هو حساب الساعة الحرارية النوعية للزيت إزاي يحسب الساعة الحرارية النوعية للزيت؟ طبعا باستخدام قانون للتزان الحراري أو التبادل الحراري إن سيجما كيو بتساوي صفر يعني إيه سيجما كيو بتساوي صفر؟ يعني كمية الحرارة اللي فقده الألمنيوم زائد كمية الحرارة اللي اكتسبه لما جمعهم الاتنين مع بعض الزيت بتساوي صفر وباستخدام القانون بنبدأ نفك يبقى كيو ألمنيوم زائد كيو بتاعت الأويل لازم مجموعهم بيساوي صفر هنطبق المعادلات ونبدأ نحل كيو ألمنيوم اللي هي MFC في دلتا تي زائد MC دلتا تي للأويل MC دلتا تي للألمنيوم حسبناها وصبق حسابها بالتعويض هوات قدامك طبعا هنوصل إلى المسألة بتقول سالب 3 أبويل سالب 3171 بوينت 67 من 100 زائد الكيو بتاعت الأويل عبارة عن 1 من 10 اللي هي كتلة الزيت ضربة C مجهولة في دلتا تي اللي هو التغير في درجة الحرارة كان درجة حارة الزيت 25 درجة وصل إلى 41 بوينت 2 معنى ذلك إنه اكتسب حرارة وبالحسابات نقدر نوصل إلى الساعة الحرارية النوعية نشوف مسألة تانية برضو عن الحرارة بيقول لي ساق معدنية طولها 1 متر في درجة حرارة 25 درجة سليزية رفعت درجة الحرارة إلى 75 طالما ارتفعت درجة الحرارة يبقى هنا فيه عملية ايه؟ ممتاز اكتساب طاقة حرارية يعني فيه تسخين واضح هوات انه ارتفعت درجة الحرارة فزاد طولها بمقدار 0.02 سنتيمتر العبارة دي معناها ايه؟ ايه معنى؟ زاد طولها بمقدار ممتاز زاد طولها بمقدار معناها التغير في الطول أو التمدد الطولي اللي احنا بنرمز له برمز دلتا L تمام كده احسب ما يليه اول شي بيقول لي احسب الطول النهائي للصاق المعدنية انا عندي الطول الاصلي بتاع الصاق كان واحد متر زاد الطول بمقدار 0.02 سنتيمتر عايز الطول النهائي هنا بقى لازم نركز ابنائنا وبناتنا الطلبة في عملية التحويلات ما ينفعش اجمع المتر على السنتيمتر لازم اثبت الوحدات طبعا الوحدة الدولية لقياس الطول وعرفنا من الصف العاشر هي عبارة عن المتر يبقى هنحول الدلتا L اللي هي عبارة عن 200 سنتي هحولها الى متر ممتاز بالتقسيم الى 100 او ان انا بضرب في عشر قص سالب كم اتنين يبقى اذا L اللي هو الطول بعد التمدد او الطول بعد التسخين الناتج من عملية التسخين هو عبارة عن دلتا L اللي هو التغير في الطول الزيادة في الطول نفسه اللي زاده زائد الطول الاصلي انا ضربنا في عشر قص سالب اتنين عشان احول زائد الواحد طلع معايا الناتج بالمتر طيب المطلوب التاني عايزني احسب معامل التمدد الطولي لازم انا افرق بين معامل تمدد طولي وكلمة تمدد طولي التمدد الطولي اللي هو دلتا ال اللي هو مقدار الزيادة في الطول لما يقول للمعامل ممتاز هو عبارة عن الالفا يبقى ازا الفا يا ابناء وبنات الطلبة هي عبارة عن دلتا ال على ال نوت في دلتا تي زي ما حضرتكم عارفين دلتا ال اللي هو مداني في بداية المسألة اثنين من مية ضرب عشر اثنين عشان احولها الى مت تقسيم الطول الاصل عندي كان عبارة عن واحد مت في دلتا تي اللي هو التغير في درجات الحرارة انا كم درجة الحرارة الابتدائية اللي عندي اللي كان فيها الصقف البداية خمسة وعشرين قعد تسخل لما ارتفعت درجة الحرارة ووصل درجة الحرارة كامية ابناءنا وبناتنا الطلبة خمسة وسبعين يبقى ممتاز يبقى خمسة وسبعين اللي يأتي فاينال ناقص خمسة وعشرين ويطلع الناتج بالآلة الحزبة طيب المطلوب الاخير معامل التمدد الحجمي ايه هو رمز معامل التمدد الحجمي ممتاز هو عبارة عن زي ما حضرتكم عارفين البيتا بيتا بتساوي ايه ما هي علاقة البيتا التمدد الحجمي بالتمدد الطولي هو عبارة عن ثلاث اضعاف التمدد الطولي يبقى بيتا بتساوي ثري ايه ثري الفة ويعبارة عن ثلاثة ضرب الالفة اللي احنا حسبناها اربعة في عشرة استسالة بستة يطلع معايا الناتج معامل التمدد الحجمي وكده خلصنا المطاليب المطلوبين مسألة جديدة عن تغير الحالة قطعة من الجليد كتلتها خمسين جرام عندي قطعة من التلجة او الجليد كتلتها خمسين جرام في درجة حرارة صفر درجة سليزية اكتسب الطاقة فتحولت الى ماء في درجة حرارة سبعين درجة طبعا الجليد عشان يتحول الى ماء زي ما حضراتكم عارفين وفاهمين كويس لازم يثبت درجة الحرارة عند الصفر ويتم عملية انصهار الجليد تماما هنا هيكم التحول اول مطلوب عندي بيقول لي احسب كمية الطاقة الحرارية الكلية يبقى هو مطلوب واحد مرة واحدة مباشرة اللازمة لتحويل قطعة الجليد من عند درجة حرارة صفر الى ماء عند درجة حرارة سبعين درجة هنا عملية التحول هيكون فيها الجليد هيتحول من صفر الى ماء عند صفر ابنائنا وبناتنا الطلبة وهنا بتحدث عملية لانصهار وهنا كيو خاصة بذلك للانصهار زائد الكيو تحويل الماء من صفر الى ماء عند سبعين درجة اللي هي كيو بتساوي م سي دلتا تي يبقى ازا كيو الكلية المطلوبة مني هنا كم كيو هحسبها في المسألة ممتاز اتنين كيو يبقى الكيو الاولى كيو وان اللي هي حدوث عملية لانصهار ام في اللي اف الكتلة اللي مدهاني طبعا خمسين جرام لازم احولها الى كيلو جرام ياما بضرب في عشر او سالب تلاتة او بقسم ممتاز على الف زي ما حضراتكم معارفين ونضرب وبالالحاسبه يطلع معانا الناتق الكيو التانية المطلوبة مني اللي هي تحويل الماء من صفر الى ماء عند سبعين درجة كيو بتساوي ام في سي في دلتا تي الام الكتلة اللي انا بادئ بها مسألتنا الماء حدث انصار يبقى اللازم اخد الساعة الحرارية النوعية للوطن ضرب التغير في درجة الحرارة انا بادئ بماء عند صفر هيتحول الى ماء عند سبعين يبقى سبعين نقص صفر ويطلع معايا بعد ما حسبت الاتنين كيو هو طالب مني الطاقة الحرية الكلية ممتازين يبقى احنا لازم نجمع الكيو اللي انا حصلت عليها يبقى الكيو توتل او الكيو فينال في نهاية المسألة هي عبارة عن كيو وان زائد كيو تو اجمعهم مع بعض وبكده انا اكون نهاية المسألة المطلوبة مني مسألة تانية بيقول لي مكعب من الالمينيوم حجمه حجم المكعب عبارة عن 30 سنتيمتر مكعب معامل تمدده الطولي مديني الفة عبارة عن 23.1 في عشرة والسالب 6 لكل درجة سيليزية بقول لي اذا سخن المكعب فارتفعت درجة حرارته من 10 درجات الى 20 درجة يعني المكعب ده كان في درجة حرارة 10 سخنته لما ارتفعت درجة الحرارة الى 20 بقول لي حسب ما يلي اول مطلوب معامل التمدد الحجمي للالمينيوم اللي هو البيتا زي ما حلينا مسألة قبل كده وعارفين طبعا القانون ان معامل التمدد الحجمي يا با ابناءنا وبناتنا الطلبة والطالبات هو عبارة عن 3 اضعاف معامل التمدد الطولي ونركز في المعلومات ديات عشان ديها سئلة مهمة وكتير ورودة في الاختبارات في السنوات السابقة يبقى ازا البيتا بتساوي 3000 تلاتة ضرب كيمة الالفة اللي معطينيها في المعطى وصلنا الى كيمة بيتا بتساوي 69.3 في عشرة والسالب 6 لكل درجة سليزية او سليزية طيب المطلوب التاني مقدار الزيادة في حجم المكعب اللي وادلت فيه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ممتاز يبقى دلت فيه هي عبارة عن بيتا ضرب في نوت اللي هو الحجم الاصلي ضرب دلت تي اللي هو التغير في درجة الحرارة اللي انا رفعتها من 20 مقاسف من 10 الى 20 وبكده نضربهم بالقالة الحاسبة اوصل ان الحجم 0.02 سنتيمتر مكعب الحجم اللي انا وصلت الي مسألة جديدة اللي ساق من النحاس طولها 2 متر ارتفعت درجة حرارتها من 20 درجة الى 70 درجة واذا علمت ان معامل التمدد الطولي طبعا ايه هو رمز معامل التمدد الطولي ممتاز الفة مدهاني ب 17 في 10 والسليب 6 لكل سيليزية او سيليزي مينس 1 بقول ليحسن ما يلي مقدار الزيادة في الطول ايه هو رمز مقدار الزيادة في الطول ايه هو رمز مقدار الزيادة في الطول ابنانا وبناتنا الطلبة والطالبات ممتازين هو عبارة عن دلتا يبقى دلتا اللي عبارة عن لواحد او لنوت زي ما حضراتكم مسميينها ضرب دلتا L هي عبارة عن الطول الأصلي اللي عمدي في المسألة 2 ضرب معامل التمدد الطولي ضرب التغير فيه درجة الحرارة حسبناها طلع معانا 17 في 10 أس سالب 4 متر المطلوب الثاني معامل التمدد الحجمي للنحاس زي ما حضراتكم شايفين دائم الأسئلة وحلينا أمثلة كتيرة يعطيني معامل التمدد طولي ويطلب مني حجمي أو يعطيني معامل التمدد الحجمي ويطلب مني طولي ده عشان يأكد على القانون المستخدم اللي يا بيتا بتساوي 3 أضعاف معامل التمدد الطولي يبقى إذن معامل التمدد الحجمي اللي هو رمزه بيتا بيساوي 3000 يبقى 3 ضرب الألفة اللي معطينيها في الأول يبقى 51 في 10 أس سالب 6 لكل درجة سيليزية مسألة جديدة عن تغير الحالة قطعة من الثلج كتلتها 1 من 10 كيلو جرام درجة حرارتها سالب 20 درجة دلوقتي أنا جايب جليد في تحت الصفر درجة حرارته سالب 20 تحولت إلى ما عند درجة صفر درجة هنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين لازم أكون أنا متخيل المخطط أو أرسم تغير الحالة أو أرسم المنحنة بتاع تغير الحالة أنا هنا الجليد أو التلجة هيتحول من سالب 20 إلى تلجة عند درجة كم لما ترتفع درجة الحرارة إلى تلجة عند صفر يبقى دي أول كيو عندي في المسألة يبقى التلجة هيتحول من سالب 20 إلى تلجة عند الصفر بعدها تحدث عملية انصهار كامل للجليد من تلجة عند درجة صفر إلى ما عند درجة الصفر يبقى هنا عندي كم كيو هحسبها في المسألة ممتاز 2 كيو بقول لي احسب كمية الحرارة اللازمة لتغير قطعة التلج من سالب 20 إلى صفر دي أول كيو مطلوبة مني ما زلت أنا في مرحلة الثلج وفي تغير عندي فيه درجة الحرارة يعني أخدت حرارة حدث ارتفاع في درجة الحرارة لم يحدث تغير في الحالة يبقى الكيو بتساوي M في C في دلتة T ممتازين أبنائنا وبناتنا الطلبة يبقى إذن 1 من 10 كيلو جرام اللي هو معطينيها كتلة التلج ضرب C اللي أنا هستخدمها اللي يا C IS أو C تلج ضرب التغير في درجة الحرارة أنا عندنا بتغير من درجة سالب 20 إلى صفر يبقى T initial سالب 20 T final عبارة عن الصفر يبقى T final minus T initial صفر ناقص سالب 20 أو صفر زائد 20 مباشرة زي ما حضرتكم فاهمين يطلع معايا ناتج كمية الحرارة المطلوب اللي وراء طالب مني كمية الحرارة اللازمة لتحويل كتعة الثلج من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يعني حدوث عملية الانصهار كمية الحرارة اللازمة لانصهار كتعة التلج كتلتها 1 من 10 كيلو جرام في درجة الصفر كم بقى كمية الحرارة ممتازين الكيو بتساوي M ضرب LF الام موجودة طبعا معطى وال LF معطى بضربهم بالآلة الحزبة تعويض مباشر يطلع معايا الناتج ننتقل إلى مسألة أخرى عن الحرارة والتمدد صاق من الذهب طولها 1 من 10 متر ارتفعت درجة حرارة من 20 إلى 70 درجة فإذا علمت أن معامل التمدد الحجم هنا بقى غير المسألة بدل ما يديني تمدد طول اداني معامل تمدد حجم اللي هو عبارة عن ممتازين أبنانا وبناتنا الطلبة والطالبات وهو عبارة عن البيتا البيتا بتساوي 42 في 10 قس سالب 6 لكل درجة سليزية طالب مني أول مطلوب معامل التمدد الطولي زي ما حللنا المثال السابق كان لناك مديني معامل التمدد الطولي وطلب مني معامل التمدد الحجم هنا العكس هنا مديني الحجم وعايز الطولي العلاقة بينهم أن الطولي بيساوي الحجمي تقسيم 3 طلت الحجمي يبقى إذن معامل التمدد الطولي هو عبارة عن ثلث معامل التمدد الحجمي وهو عبارة عن 42 في 10 سالب 6 المعطى تقسيم 3 ويطلع معنا الناتج تعويض مباشر باستخدام الآلة الحجم المطلوب الثاني طالب مني مقدار الزيادة في طول الصاق مقدار الزيادة يعني التمدد الصاق ديت لما كان درجة حرارتها 20 ووصلت إلى 70 يبقى حدث لها إيه؟ تمدد عايزين نحسب مقدار التمدد ده قد إيه التمدد؟ اللي هو عبارة عن ممتازين دلتا L يبقى دلتا L بتساوي L1 أو L نوت في ألفا في دلتا T الطول الأولين اللي هو واحد من عشرة نبدأ نعوض ضرب معامل التمدد نركز هنا بقى دي ألفا ماخدش معامل التمدد الحجم وعوض بيها يبقى أنا عندي غلط يبقى إيه إذن الألفة اللي أنا حسبتها من المطلوب السابق بستخدمها في المطلوب الثاني ضرب تغير درجة الحرارة من T initial كانت 20 T final 70 بجيب الفرق ما بينهم أو أقدر أعملها مباشرة 50 يطلع معايا إن المقدار الزيادة في الطول أو النساق الداب تمددت بمقدار 7 في 10 أو 6 سالب 5 متر مسألة تانية عن تغير الحالة بيقول لي احسب مقدار الطاقة اللازمة لتحويل 50 جرام من الثلج من درجة سالب 10 درجات سليزية إلى ماء عند درجة 100 درجة سليزية علما بأنه مدين الحرارة الكاملة للانصهار ومديني الساعة الحرارية النوعية للأيس أو للتلج مديني الساعة الحرارية النوعية للووتر والمطلوب مني حساب كمية الحرارة هنا لازم أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات أكون أنا عارف عملية التحويل دي هتم إزاي يبقى هيتم تحويل التلج من سالب 10 درجات إلى تلج عند درجة الصفر اكتساب الحرارة ديات وما زال في حالة التلج اللي هو الجليد نفسه في نفس الحالة يبقى دي أول كيو عندي الكيو التانية تحويل التلج من صفر إلى ماء عند صفر اللي هو حدوس عملية الانصهار التام لكتعة الثلج الكيو اللي وراها أو المرحلة اللي بعدها هو تحول الماء من صفر درجة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات إلى ماء عند مية درجة سليزية يبقى أنا هنا في المسألة معرض أن أنا أحل 3 كيو لازم مطلوبين مني في حل هذا المسأل يبقى الكيو بتساوي كيو 1 زايد كيو 2 زايد كيو 3 اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية الكيو 1 اللي هي اكتساب التلج حرارة وما زال في حالته الصلبة دون تغير في الحالة أو لسا ما حصلتش عملية الانصهار هي ارتفع الدرجة حرارته من سالب 10 إلى صفر يبقى الكيو عبارة عن M في C في دلتا T C طبعاً اللي نستخدمها أبنائنا وبناتنا الطلبة والطلبات عبارة عن C مين ممتازين C للتلج زايد حدوث بقى عملية الانصهار هنا M في LF اللي هي عبارة عن انصهار الثلج زايد الكيو التالتة والأخيرة اللي هي تغير حالة تغير درجة حرارة الماء لما اكتسب الحرارة من صفر إلى 100 درجة سليزية M في C في دلتا T والC هنا بتكون C بتاعت الوطر أو الماء نبدأ عملية التعويض زا ما طالب مني طبعاً تحويل الكتلة هكون 50 في 10 أس مينس 3 أو أقسم على 1000 ضرب الساعة الحرارية النوعية للثلج وهي عبارة عن 2090 بعوض عنها ضرب التغير في درجة الحرارة يعني أنا بتغير في درجة حرارة التلج ممتازين من صفر من سالب 10 إلى صفر يبقى T فينال عندي صفر T إنشيال هي سالب العشرة يبقى صفر ناقص سالب عشرة زائد مرحلة الإنصهار M في LF الكتلة طبعاً تم تحويلها ضرب الحرارة الكامنة الإنصهار اللي معطى عندي في المسألة 33 في 10.5 زائد الكيوت الثالثة والأخيرة اللي هي تحويل الكتلة ضرب الساعة الحرارية النوعية للماء زي موم الداني 4.19 في 10.3 ضرب تغير درجة الحرارة هنا دلتتي من ماء عند صفر إلى ماء عند مية أبنائنا وبناتنا الطلبة والطلبات ونركز هنا يبقى T فينال اللي أنا وصلت لها هي المية أما T إنشيال اللي أنا بدأت بها مسألتي هي عبارة عن قصر بضربهم كلهم باستخدام قلت الحاسبة وبيطلع معايا النواتج ويكون الكيوت المطلوب حسابه ووصلنا له يبقى هيديات كمية الحرارة اللازمة للتحويل مسألة وراها بدي يتكلم عن مكعب من النحاس حجمه مية سنتيمتر مكعب ده حجم المكعب أبنائنا وبناتنا الطلبة والطلبات عند درجة حرارة 30 درجة سخن إلى أن ارتفعت درجة حارته إلى 130 درجة فزاد حجمه بمقدار مديني مقدار الزيادة 51 من 100 سنتيمتر مكعب هنا لو ركزت ألاقي إن الحجم أصلا في البداية بالسنتيمتر مكعب ومقدار الزيادة مقدار الزيادة في الحجم يعني ده مقدار التمدد اللي هو الدلتا ممتازين V بالسنتيمتر مكعب أنا هنا برحتي عايز أحول آدر أحول آدر أمشيها كلها بالسنتيمتر المكعب لأن في من البداية هو معطيني بالسنتيمتر مكعب أول مطلوب بيقول لي معامل التمدد الحجمي ممتاز إيه هو رمز معامل التمدد الحجمي ممتازين بيتا بتساوي دلتا V على V نوت دلتا T دلتا V اللي هو التغير في الحجم اللي هو مدوني وزي مقولت لك أنا هنا ما حولتش لأن المسألة كلها ماشية بالسنتيمتر مكعب وحدات مع بعضها البعض يبقى إذن 51 من 100 ضرب الحجم الأصل اللي هو عندي 100 ضرب دلتا T التغير في درجات الحرارة T final 130 T initial عبارة عن 30 وكده أكون أنا انتهيت من حساب معامل التمدد الحجمي المطلوب اللي وراه معامل التمدد الطولي ألفة إيه العلاقة؟ خلاص ممتازين حفظتوها وبقيتوا ما شاء الله عليكم أبنائنا وبناتنا الطلبة الألفة بتساوي ثلث معامل التمدد الحجمي يبقى ألفة بتساوي بيتا على ثلاثة بيتا اللي أنا تم التوصل اللي هي تقسيم ثلاثة واحسبها بالآل حزب ويطلع معها يا الناتك نبدأ مع بعض في استنتاج السعى المكافأة لعدة مكسفات وده استنتاج مهم ومحتمل وروده في اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات ونحب نرجع مع بعض في الصورة التالية بيقول لي استنتج مع الرسم آه مع الرسم يبقى أنا اللي هرسم يبقى أنا لازم أكون حافظ رسم الدائرة وكون مضرب إيدي عليها استنتج مع الرسم العلاقة الرياضية لحساب السعى المكافأة اللي ثلاث مكسفات ساعتهما C1, C2, C3 متصلة معا على التوالي مع مصدر جهد أو مع مصدر فرق جهد V هنا عملية الاستنتاج بتبدأ أنا عارف أن ال V بتسوي V1 زائد V2 زائد V3 لأن الجهد هنا بيتوزع عليهم هم التلاتة طبعا هنا في التوصيل على التوالي وإحنا عارفين ودارسين الكلام ده أبنائنا وبناتنا الطلبة بتكون كمية الشحنة ثابتة أما الجهد متغير وبيتوزع على السعاد فأنا دايما ببدأ بالجزء المتغير في استنتاجي مين اللي هيتغير الشحنة ولا الجهد ممتازين الجهد يبقى بقول إن ال V total أو جهد البطارية هو عبارة عن جهد المكسف الأول زي جهد المكسف الثاني زي جهد المكسف الثالث يبقى إذن بعدها أنا عارف من قانون السعة للمكسف إن ال V بتساوي Q على C هنستبدل كل ال V بـ Q على C يبقى هنشيل ال V الأولى هيبقى Q على C equivalent لإن دي V total اللي هو الجهد الكلي هتساوي بالنسبة لل V الأولى الجهد اللي هو المكسف الأول هيبقى Q على C1 سعة المكسف الأول زائد Q على C2 زائد Q على سعة المكسف الثالث زي ما حضراتكم ملاحظين إن أنا كاتب Q Q Q وأما في الساعات بنكتب C1 C2 C3 ليه أنا كاتب Q كده بالصورة ديت ما كتبتش Q1 أو Q2 أو Q3 لإن كلهم متساويين وهيتم اختصارهم دلوقتي مع بعض ويستنتج إن 1 على C equivalent بيساوي 1 على C1 زائد 1 على C2 زائد 1 على C3 يبقى قادر استنتج من هنا قانون السعة المكافأة لحساب عدة مكسفات متصلة معا على التوالي وننتقل إلى استنتاج آخر اللي هو التوصيل على التوازي بيقول لي نفس المثال السابق بيقول لي استنتج مع الرسم السعة المكافأة لثلاث مكسفات سعتها C1 C2 C3 متصلة معا على التوازي طبعا هنا لازم أكون أنا عارف في التوصيل على التوازي مين عندي اللي سابت كمية الشحنة ولا فرق الجهد ممتازين أبنانا وبناتنا الطلبة في التوصيل على التوازي بيكون الجهد هو اللي سابت يعني جهد المكسف الأول بيسوي جهد المكسف الثاني بيسوي جهود مكسف التالت بيسوي جهود البطارية اللي عندي نفسها اللي انا مصل بها تلات مكسفات يبقى انا دايما في الاستنتاج بابدأ بمين بالمتغير ممتازين ممتازين ما شاء الله يبقى اذا الكيو الكلية للمكسفات عبارة عن كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 وابدأ استبدل الكيو طبعا زي ما انا عارف ان السي بتساوي كيو على في هابدأ استبدل الكيو بسي ضرب في يبقى اذا هشيل كيو اكويفلانت هعوض عنها بسي اكويفلانت ضرب في توتل او في اكويفلانت او الفي بطارية بساوي سي وان في في زائد سي تو في في زائد سي ثري في في لو حضراتكم ملاحظين انا بكتب هنا في 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 ما كتبتش في وان ولا في تو ولا في ثري لان كلهم متسويين وهيتم اختصارهم دلوقتي مع بعض ووصل للقانون النهائي ان الساعة المكافأة في حالة توصيل مكسفاتها التوازي هي عبارة عن مجموع الساعات هي عبارة عن سي وان زائد سي تو زائد سي سري نبدأ ننتقل الى اول تمرين عندي على المكسفات وبيقول لي يوضح الشكل المجاور مكسفين ساعتهما سي وان تلاتة مايكرو فارات وسي تو ستة مايكرو فارات طبعا من التوصيل لازم اكون انا عارف ده توصيل على ايه ممتاز ابنانا وبناتنا الطلبة والطالبات توصيل على التوالي زي ما حضراتكم قلتم وصله على التوالي بمصدر يساوي فرق جهد 12 فولت جهد البطارية ب12 فولت اول مطلوب مني حساب الساعة المكافأة بقول لي الساعة المكافأة للمكسفين يبقى اذا قانون التوصيل على التوالي اللي احنا استنتجناه واحد على سي اكويفلنت بيساوي واحد على سي وان زائد واحد على سي تو يبقى تولت زائد ستس هيطلع الناتش بيساوي نص ونركز هنا ده واحد على سي اكويفلنت هو طالب مني الساعة المكافأة لازم اعمل ايه ممتازين يا ابنانا وبناتنا الطلبة والطالبات لازم اعمل القلب اقلب الناتش يبقى سي اكويفلنت بتساوي اتنين مايكرو فرد وبكده اكون جوابت على المطلوب الاولاني المطلوب التاني طالب مني الطاقة الكاروبية المختزنة في المكسفين يعني عايز الطاقة في المكسفين يبقى انا قانون الطاقة اللي احنا حافظينه وفاهمينه يو بتساوي نص سي في تربية طب انا يسيل لانا هستخدمها اه ده انت عايز للمكسفين معا مع بعض يبقى انا لازم اخد السي اكويفلنت يبقى يو بتساوي نص سي اكويفلنت في الفي تربية يبقى نص درب الساعة المكافأة اتنين واركز ابنانا وبناتنا الطلبة والطالبات عشان ده بنشوفها كتير في التصحيح وبنلاقيها اخطاء وحرام تنقص عليها ولو ربع درجة هي لما اجي احسب الطاقة الطاقة عشان تكون وحدتها جول لازم يكون الساعة بالفارات لازم احول الساعة اما هنا في حساب الساعة المكافأة او حساب شحنة ممكن اسيبها بالمايكرو زي ما هي اما عند حساب الطاقة مباشرة حضراتكم لازم تحول الساعة من مايكرو فارات الى فارات وزي ما حضرتك عارف عشان يتم التحويل ده لازم بضرب في عشرة استسالب كام ممتاز عشرة استسالب ستة ضرب الاثناشر تربيع اللي هو جود البطارية وبالآله الحساب اتعويض مباشر اقدر اوصل الى النادش مسألة تانية بيقول لي وصلت ثلاث مكافأة ساعتهم سي وان عبارة عن اربعة مايكرو فارات سي تو اتناشر مايكرو فارات سي سري اتنين مايكرو فارات بمصدر جود مستمر الفي اللي هي جود البطارية عبارة عن عشرة فارات كما هو موضح بالشكل انا لما اجا شوف الشكل ده لازم ادرسه كويس وافهم منه معلومات هنا موصل لسي وان وسي تو توصيل ايه ممتاز على التوالي وموصل معاهم سي سري على التوازي يعني ده بنسميه تضاعف يبقى هنا في عندي توالي وتوازي معا طيب ايه المطلوب مني هنا مقدار الساعة المكافأة للمكاسفات التلاتة طيب طريقة حلي او طريقة تفكيري في الحل ازاي هبدأ هنا حل المسألة يبقى لازم الاول احسب الساعة المكافأة للمكاسفين اللي فوق اللي هو سي وان وسي تو اللي متصلين معنا على التوالي بعدها لما طلع الساعة المكافأة بتاعتهم هيصبح استبدلناهم كأنهم بايه ممتازين ابنانا وبناتنا الطلبة والطلبات كأنها معايا اصبح مكاسف واحد المكاسف الجديد او الساعة الجديدة اللي انا حسبتها هي عبارة عن توصيل توازي مع سي سري واحسب مرة تانية الساعة المكافأة الكلية يبقى زي ما احنا قلنا تعالى نبدأ حلنا يبقى هطلع الساعة المكافأة الاولى في حالة التوصيل على التوالي واحد على سي اكويفلانت بيساوي واحد على سي وان زايد واحد على سي تو يبقى بنعوض ربع زايد واحد على اتناشر يطلع الناتج بيساوي تولد ده واحد على سي اكويفلانت يبقى السي اكويفلانت بتساوي كم؟ ممتازين تلاتة مايكرو فرض يبقى دي الساعة المكافأة للمكاسفين اللي فوق كأن أنا شلتهم دلوقتي وجبتهم مكسف جديد وصلتوا توازي مع المكسف C3 يعني كأن الدائرة أصبحت دائرة توازي تماما ما بين الـ C equivalent ديت والـ C3 اللي هو معطيني إياه اللي هي 2 مايكرو فارض في الحالة ديت بنطبق القانون C equivalent بتساوي أيوة C اللي حسبتها الإكويفلنت الأولى اللي هي ناتج المكسفين الأولينيين زائد الـ C3 بجمعهم مع بعض يطلع 5 مايكرو فارض وبكده أكون جوابت على المطلوب الأولين المطلوب الثاني عايز الشحنة الكهربية للمكسف C3 C3 ده متصل على التوازي عشان أحسب الشحنة خلاص الجود بيكون ثابت تعويض مباشر في القانون كيو بتساوي C ضرب V أنهي C أنا شغال على المكسف الثالث يبقى C3 ضرب V الـ V ثابت لأنه ده توصيل توازي السعة عبارة عن 2 في 10 أساسي سالي بـ 6 ضرب العشرة اللي هو الجود ويطلع معايا شحنة المكسف بالكولوم 2 في 10 أساسي سالي بـ 5 ونظر نتأكد من نواتك باستخدام قلتنا الحزب مسألة جديدة وصلوا مكسفان ساعتهم على الترتيب C1 عبارة عن 2 مايكرو فارض ومصدر للجود فرق جوده وC2 8 مايكرو فارض وفرق الجود بيساوي 10 كما في الشكل التالي بقول اللي يحسب ما يليه أول مطلوب السعة المكافأة طيب المكسفين دول متصلين هوهي اللي على التوالي يبقى إذن C1 وC2 متصلين على التوالي يبقى القانون اللي هيستخدم لحل المسألة أبنائنا وبناتنا الطلبة هو قانون السعة المكافأة في حالة التوالي مقلوب السعات يبقى 1 على C equivalent بيساوي 1 على C1 زايد 1 على C2 يبقى نص زايد ثم هيطلع الناتج 5 على 8 يبقى 1 على C equivalent 1 على السعة المكافأة أو مقلوب السعة المكافأة بيساوي 5 على 18 يبقى السعة المكافأة بتساوي كام؟ ممتاز يبقى السعة المكافأة بتساوي 8 على 5 وبالقالة الحاسبة اللي هي عبارة عن 1.6 ميكرو فارد طيب المطلوب التاني طالب مني حساب شحنة كل مكسف طبعا ده توصيل على إيه؟ أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات توصيل على التوالي وهنا عارفين من خصائص التوصيل على التوالي إن الشحنة بتكون سابتها يعني أنا لو حسبتي شحنة المكسف الأول هتكون هي شحنة المكسف التاني هي الشحنة الكلية في الدائرة يبقى إذن Q1 أهو بيقولي بك إن Q1 بتساوي Q2 فهاخد القانون إن Q بتساوي C ضرب V يبقى C إكويفلاند ضرب V اللي هي بتساوي 1.6 في 10 سالب 6 ضرب 10 اللي هو الجود بتاع البطارية هيطلع معايا 1.6 في 10 سالب 5 كولوم يبقى أنا حسبتي الشحنة الكلية في الدائرة وهي نفسي شحنة المكسف الأول ونفسي شحنة المكسف التاني طالب مني آخر مطلوب هو حساب الطاقة الكهربائية المختزنة فيه المكسفين المكسفين معا بيخزنوا طاقة كهربائية عايزني أحسب مقدار الطاقة ممتاز أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات القانون U بتساوي نص C إكويفلاند في ال V تربيع وببدأ عمليه التعويض وبننبه أكتر من مرة على أن لما يطلب مني حساب الطاقة لازم الساعة تكون بالفارض مينفعش أكتب جول وأنا مستخدم ساعة بالمايكرو فارض يبقى إذا نص ضرب الساعة المكافئة اللي هي 1.6 مايكرو فارض هحاولها يبقى هضرب في 10 سالب 6 أبنائنا وبناتنا الطلبة والطلبات زي ما حاضركم فاهمين ضرب بالعشرة اللي هو الجود بتاع المصدر أو البطارية 10 تربيع وبكده أكون وصلت لنهاية المسألة وحلتها زي ما هو مطلوب وأتمنى يكون حضراتكم فاهمين مسألة تانية بيقول لي وصل مكسفان ساعتهما C1 5 مايكرو فارض وC2 عبارة عن 20 مايكرو فارض على التوالي مع مصدر فرق جود أو بطارية 6 فولت احسب ما يلي الساعة المكافأة أو الساعة الكاروبية المكافأة للمكسفين معا طبعا هنا التوصيل توصيل على التوالي يبقى 1 على C بتساوي 1 على C1 زائد 1 على C2 هيساوي 1 على 5 5 زائد 1 على 20 يطلع الناتج 5 على 20 5 على 20 دي تمثل مقلوب الساعة المكافأة هو طالب مني حساب الساعة المكافأة وليس المقلوب يبقى الساعة المكافأة بتساوي كام 20 على 5 نتيجة اللي هو بيساوي 4 مايكرو فارض طيب المطلوب التاني عايز شحنة كل من شحنة كل من المكسفين يبقى طبعا ده توصيل على التوالي زي ما احنا عارفين من خصائص التوصيل على التوالي الشحنة بتكون مقدار ثابت يبقى انا لو حسبت الشحنة الكلية في الدائرة هي شحنة المكسف الاول وهي شحنة المكسف التاني يبقى Q1 بتساوي Q2 بتساوي QEquivalent يبقى هتساوي CEquivalent اللي هي الساعة المكافأة ضرب الجهد هيساوي 4 اللي هي عبارة عن الساعة المكافأة الكلية بالمايكرو فارض ضرب الجهد اللي هم يدوني جهد البطارية 6 فولت هيطلع الناتج ب24 مايكرو فارض وبكده اكون حلينا المسألة المطلوب الاخير فيها بيقول لي الطاقة الكهربائية المختزنة في المكسفين ممتاز الطاقة يبقى Q بتساوي نص C Equivalent V تربيع يبقى نص ضرب 4 في 10 أس سالي ب6 ضرب 6A تربيع هيساوي وحول ويطلع معايا الناتج باستخدام الآلة الحزب مسألة جديدة بيقول لي وصلها مكسفان ساعتهما C1 4 مايكرو فارض C2 عبارة عن 12 مايكرو فارض على التوازي كمان في الشكل اوقات بيعمل للتوصيل وبيسألني بيقول لي ما نوع التوصيل طبعا حضراتكم عارفين ده توصيل على التوازي ليه لان فيه تفرع تمام ممتاز ايه المطلوب مني حساب الساعة المكافأة طالما ده توصيل على التوازي بس ساعة المكافأة ممتازين عبارة عن مجموع الساعة يبقى C Equivalent هي عبارة عن C1 زائد C2 يبقى 4 زائد 12 يطلع معايا الناتج 16 مايكرو فارض وكده يكون حلية المطلوب الأول عني المطلوب الثاني عايز شحنة المكسف الأول Q1 هنا طبعا الشحنة متغيرة اما الجهد بيكون طبعا ثابت لان ده توصيل على التوازي ازاي هحسب شحنة المكسف الأول يبقى ال Q بتساوي او ال Q1 هي عبارة عن ساعة المكسف الأول ضرب ال V ال V اللي هي جهد البطارية اللي انا بستخدمها او جهد المصدر بتاعي C عبارة عن 4 للمكسف الأول هو مداني فوق ضرب الجهد عبارة عن 50 V يطلع الناتج 200 مايكرو كولوم وبكده اكون حلية المسألة وانتهت منها نبدأ ننتقل الى نوع اخر من انواع المسائل بعد ما خلصنا مسائل الكاربية النوع الاخر او النوع التالت من المسائل وهي عبارة عن مسائل المغناطيسية او مرور التيار الكاربية فيه سلك مستقيم طيار الكاربية مستمر شدته 5 أمبير رسم لي السلك بيمر فيه طيار 5 أمبير بيقول لي كما بالشكل المقابل والمطلوب حساب مقدار واتجاه شدة المجال المغناطيسي عند النقطة ايه النقطة ايه تبعد عن السلك 4 من 10 متر خلاص عن محور السلك والناتج عن مرور التيار الكاربية زي ما حضراتكم عارفين ان مرور التيار الكاربية فيه سلك بيؤدي الى او بيولد مجال مغناطيسي انا عايز احسب المجال المغناطيسي مقدار واتجاه لانه زي ما انتوا عارفين ان هو كمية متجعة طيب باحسب المجال المغناطيسي في السلك بيستخدام قانون بيونوت اي على 2 باي دي هنا الميونوت اللي هي معامل النفاذية المغناطيسية للهواء او للفراغ 4 باي في 10 سليب 7 ده معطى بيعطالك في المسألة ضرب الخمسة اللي هي شدة التيار اللي مر في السلك على 2 باي ضرب المسافة هنا 4 من 10 متر قادر استخدم الالحاس بقى واحسب ويطلع معايا الناتج 2 ونص في 10 اسسالة بستة تسلة كده يبقى انا حسبت المقدار باقي عندي حساب الاتجاه ازاي بحسب الاتجاه ابنانا وبناتنا الطلبة والطالبات عن طريق قعدة ممتازين اليد اليومنا نفكر نفسنا كده بقعدة اليد اليومنا كانت بتقول ايه ممتاز ان الابهام يشير الى اتجاه الطيار باقي الاصابع هي عبارة عن المجال المغناطيسي يبقى انا هنا لما هيجي اقشر على المجال المجال هيكون اتجاهه التيار اتجاهه نحو اليمين يبقى المجال المغناطيسي عند النقطة ايه بحركة ايدي كده عمودي للخارج ممتاز يبقى اذا الاتجاه عمودي على الصفحة نحو الخارج زي ما احنا هنا المطلوب اللي وراء بيقول لي ماذا يحدث لشدة المجال المغناطيسي اللي انا حسبتها ديت اذا زاد بعد النقطة عن السلك الى المثلين ما هي العلاقة ابنانا وبناتنا الطلبة والطالبات ما بين البي مع الدي البي اللي هي شدة المجال المغناطيسي مع الدي اللي هي عبارة عن البعد البعد العلاقة بينهم ممتازين علاقة عكسية يبقى إذا لما يزيد البعد للمثلين يبقى إذا شدة المجال المغناطيسي اللي يحصل فيها ممتازين تقل الى النصف او تقل الى نصف قيمتها ممكن أمسك الرقم واحسبه بالآه الحسبة أقسمه على اتنين واسجله ده إذا كانت طلبه مني ما اسم الأداة التي تستخدم عمليا لقويekt شدة المجال المغناطيسي يبقى إيه شدة المجال المغناطيسي باستخدام إيه ممتازين أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات التسلة نوع تاني من مسائل مجال المغناطيسي مع بعض ملف حلزوني طوله 100 سنتيمتر ده عبارة عن الال مؤلف من 200 لفة يبقى هنا ده الان عدد اللفات بيمر فيه طيار مستمر شدته ده الاي اتنين بيقول لي احسب مقدار شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف الناتج عن مرور الطيار ممتاز يبقى هنا القانون المستخدم بي بتساوي 100 يونوت اللي هي عبارة عن 4 باي في 10 سلب 7 تم التعويض عنها مباشرة درب الان اللي هو عدد اللفات فيه الاي اللي هي شدة التيارة على ال طول الملف تعويض مباشر باستخدام الالة الحاسبة ببدأ احسب يطلع معايا شدة المجال المغناطيسي 5 بوينت 2 من 100 في 10 سلب 4 تسلة ونركز ابنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات على الوحدات لان عليها ربع درجة بتخصم في حال كتابتها خطأ او عدم كتابته طيب المطلوب التاني بيقول لي حدد عناصر متجاه المجال المغناطيسي موضع عن اتجاه المجال المغناطيسي يبقى الحامل هو عبارة عن محور الملف ولاتجاه عمليا بنقوله طبعا باستخدام البوصلة ونظريا بقعدة اليد اليمنى طبعا انا استخدمت الكلام ده نظري لانه هو مش رسم لي الملف اما لو كان رسم لي الملف عندي في المسألة كنت قدرت ان انا احدد انما طالما ما هواش راسم وطلب مني تحديد العناصر بقوله بيتم عمليا باستخدام البوصلة ونظريا باستخدام قعدة اليد اليمنى ننتقل الى النوع الاخير ابنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات الى مسائل الضوء مسائل الضوء عندنا مسائل المرأة اول نوع من انواع المرأة بيقول لي مرأة مقعرة بعدها البقر بيساوي 30 سنتيمتر ممتاز البعد البقر اللي هو رمزه ايه اف سمول وضع جسم يبدأ بوضع الجسم على بعد 90 سنتيمتر من المرأة بعد الجسم لازم انا عندي بعدين بعد للجسم وهيتكون له صورة اي جسم يقف قدام المرأة له صورة في بعد جسم وفي بعد للصورة طيب بعد الجسم بنرمز له بالرمز يو اما بعد الصورة بنرمز له بالرمز في طيب هو بقول لي مرأة مقعرة بعدها البوري بيساوي 30 سنتيمتر وضع الجسم على بعد 90 يبقى التسعين دي بيتمثل مين ممتاز ابنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات هي عبارة عن اليو من الجسم بيقول لي من المرأة بيقول لي احسب ما يلي موضع الصورة المتكونة يعني هو عايز مني ايه حساب الفي القانون العام للمراية واحد على اف يساوي واحد على في زائد واحد على يو يبقى اذا انا لما اكون عايز الواحد على الفي هي عبارة عن واحد على اف ناقص واحد على يو يبقى واحد على اف اللي هو واحد على البعد البوري واحد على تلاتين ناقص واحد على تسعين واكون فاكر معلومة صغيرة ان البعد البوري ممكن اعوض عنه بالموجب او بالسالب امتى موجب اذا كانت المرأة هو ايه اللي مرأة نوعها ايه مقعرة اما اذا قال لي مرأة محدبة كنت حطيت ال F هنا بالسالب دي معلومة بس للتسكير باستخدام الهالحاس بطلع الناتج يبقى اذا بعض الصورة عبارة عن 45 سنتيمتر المطلوب التاني هو حساب التكبير التكبير M بتساوي منتاز سالب V على U يبقى سالب 45 على التسعين بيساوي سالب نص وبكده اكون خلصت المسألة النوع تاني من المسألة بقول لي وضع جسمه طوله 2 سنتيمتر ده طول الجسم على بعد 20 سنتيمتر من مرأة مقعرة بعدها البقرة 10 احسب مالي لازم اكون انا فاهم كويس البعد البقري بعد الجسم بعد الجسم هنا ديوق البعد البقري هنا اف دي مرأة مقعرة لما يقول لي الجسم على بعد 20 يعني يعتبر الجسم البعد اللي عند ايه عند مركز التكور تمام ممتاز احسب مالي بعض الصورة بعض الصورة هنا هيكون ازاي بيحسبوه اللي هو الواحد على V من القانون العام للمراية يبقى واحد على V بيساوي واحد على F ناقص واحد على U يبقى واحد على 10 ناقص واحد على 20 يطلع الناتج واحد على 20 ده مقلوب البعد بتاع الصورة يبقى بعض الصورة بيساوي كام ممتازين 20 سنتيم المطلوب التاني هو حساب التكبير ام بتساوي ممتاز ابنانا وبناتنا الطلبة والطالبات سالب في على يو يبقى هتساوي سالب عشرين على عشرين هيساوي سالب واحد بكده اكون حساب التكبير المطلوب التاني بيقول لي خصائص الصورة خصائص الصورة طبعا زي ما حضراتكم عارفين طلات خصائص بنكتبهم اول خاصية بكتبها من ايه من اشارة الفي اشارة الفي هنا طالع معايا بالموجب الفي طالعما بموجبه يبقى صورة ايه ممتاز يبقى صورة حقيقية طيب هنا عندي الام الخاصية التانية بكتبها من خصائص الصورة اشارة الام اشارة الام طالع معايا ايه سالب سالب يعني ايه يعني ممتاز مقلوبة اما لو كان طالع بالموجب كنت قولت ايه معتدلة اما هنا طالع معايا بالسالب يبقى فبقول اول صفة حقيقية الصفة التانية بقول عنها مقلوبة طيب رقم واحد معناها ايه مساوية للجسم يبقى اذا الخصائص زي ما احنا قلناها حقيقية مقلوبة مساوية يبقى الخصائص اللي انا بكتبها عبارة عن ثلاث خصائص بكتبهم منين بجيبهم ازاي لو حل حضرتك وحضرتك صح هجيبهم من المعطيات من الحل اول خاصية بكتبها من اشارة الفي نركز ابنانا وبناتنا الطلبة للكلام ده اول خاصية انا ما بحفظ انا بشوف الخاصية الفي طالع معايا بالايه موجب يبقى اذا هي صورة حقيقية الخاصية التانية بكتبها من اشارة الام الام طالع معايا بالسالب ايه معنى سالب سالب معناها مقلوبة اما اذا كان طالع معايا بالموجب وهنشوف مسائل مع بعض كنت هكتب هنا معتدلة طيب رقم واحد يعني اذا مساوية يبقى اذا الخصائص حقيقية مقلوبة مساوية لان الخصائص كتير من الطلبة والطالبات بيغلط فيها وبنلاقي اجوبة مش صحيحة طيب النوع التاني من المسائل او مسألة اخرى بقول لي وضع جسم طول اربعة سانتي على بعد عشرين سانتي متر من المرقاة ده بعد مين؟ بعد الجسم بعد الجسم بنرمز له بايه؟ باليو ممتاز بعدها البقري بعد المرقاة اللي هو الاف عبارة عن خمسة اشر سانتي تكونت له صورة على الحائل احسب ما يلي بعد الصورة عن المرقاة عايز احسب مكان الصورة تبعد قد ايه عن المرقاة؟ يعني الفي ممتاز هو هنا مديك اليو بتساوي عشرين عندك البعد البقري بخمستاشر استخدم القانون العام للمرايا ما بيتغيرش واحد على في بيساوي واحد على اف ناقص واحد على يو او واحد على اف بيساوي واحد على يو زائد واحد على في انا ما عوز الفي هنقل اليو الطرف التاني او الصوب التاني يبقى اذا واحد على في بيساوي واحد على اف اللي هي واحدة على خمستاشر ناقص الواحد على عشرين وبكده اقدر اطلع الفي بتساوي ستين سانتي متر يبقى ايزا بعد الصورة عن المرقاة هتبعد الصورة ستين سانتي طيب أنا عندي الجسم ده كم موضوع على بعدة دي عشرين معنى إن طلعت له صورة على بعدة ستين سنطي يبقى هنا فيه تا إيه ممتازين ما شاء الله فيه تكبير في الصورة طيب المطلوب التاني طالب مني حساب التكبير اللي كنا بنتكلم عليه نشوف بقى نحسب التكبير إم بتساوي ممتاز أبنانا وبناتنا الطلبة والطالبات سالب في على يو ونركز في الكلام ده وفي الإشارة السالبة يبقى سالب ستين اللي أنا حسبتها على السالب على العشرين اللي هو مداني في بداية المسألة يطلع معايا السالب ثلاثة أو التكبير ظهر معايا هنا هو تكبير ثلاث مرات طيب أذكر خصائص الصورة خصائص الصورة عبارة عن إيه ثلاث خصائص أساسية الأولى من إشارة الفي إشارة الفي موجبة يبقى أول خاصية أبنانا وبناتنا الطلبة والطالبات عارفينها هي عبارة عن حقيقية ممتاز الخاصية التانية بكتبها من إشارة الام إشارة الام هنا إشارة إيه سالبة طب إيه معنى السالب ممتازين يبقى هي مقلوبة قيمتها تلاتة تلاتة يعني أكبر من الواحد يبقى مكبرة كم مرة ثلاث مرات يبقى إذن أنا ما بحفظ أنا بطلع الخصائص من حلي إذا كان حلي صحيح هعرف أكتب الخصائص يبقى إذن الخصائص حقيقية زي ما احنا تكلمنا مقلوبة مكبرة مكبرة كم مرة ممكن يجي يسألك يبقى مكبرة تلات مرات لأن الإشارة السالبة بتدل على المقلوبة حقيقية عشان الفي بالموجب نشوف مسألة تانية عن المرأة برضو بقول لي مرأة مقعرة بعدها البقري تلاتين سانتي وضع جسم على بعد تسعين سانتي الجسم موضوع على بعد تسعين من المرأة احسب موضع الصورة المتكونة إيه هو موضع الصورة المتكونة وعبارة عن الفي يبقى إذن واحد على في بيساوي واحد على اف ناقص واحد عليه ده القانون العام للمراية مستخدم على طول سواء كانت المرأة محدبة أو مقعرة يبقى واحد على تلاتين ناقص واحد على تسعين يطلع معايا بعد الجسم عبارة عن خمسة واربعين سنتيمتر المطلوب اللي وراه حساب التكبير التكبير م بتساوي سالب في على يو يبقى سالب خمسة واربعين على تسعين يطلع سالب نص لو جي طلب مني أنا كتابة خصائص الصورة أنا اللي أنا شايفه مش طالب خصائص الصورة بس أنا لو حبيت أكتب خصائص الصورة هنا خصائص الصورة قلنا أول خاصية بتكتب من إشارة الفي إشارة الفي هنا موجبة يبقى إذن دي صورة إيه ممتازين أبنانا وبناتنا الطلبة والطلبات حقيقية طيب الخاصية التانية بتكتب ما شاء الله من إشارة الام وإشارة الام هنا بالسالب يبقى مقلوبة نص يعني أصغر من الواحد تبقى مصغرة ده إذا طلب مني كتاب الخصائص مسألة أخرى عن المرآة المحدبة كل المسألة اللي طافت اللي كنا عاديين بنا تناقش فيها كانت مرآة مقاعرة تعال بقى ما نشوف أبنانا وبناتنا الطلبة والطلبات إذا كانت المرآة محدبة هستخدم نفس القوانين بس في إشاراتها تختلف وضع جسم على بعد 30 سانتي يبقى ده بعد الجسم عن المرآة المحدبة بعدها البوري 15 سانتي احسب ما يلي عايز موضع الصورة المتكونة اللي هو الفي واحد على في بيساوي واحد على اف ناقص واحد على يو بيساوي سالب واحد على 15 السالب ده منين ده البعد البوري كاتبولي هنا 15 سانتي ليه أنا عوضت بسالب ممتاز أبنانا وبناتنا الطلبة والطالبات عشان كلمة محدبة كلمة محدبة يبقى نركز يبقى إذا البعد البوري بالقيمة السالبة هو مش هحط لي سالب في المسألة هو هشوفني أنا فاهم ولا مش فاهم يبقى سالب واحد على 15 ناقص واحد على 30 وقدر أطلع البعد الجسمي بطلع سالب 10 سانتي المطلوب الثاني هو التكبير التكبير إما بتساوي سالب في على يو يبقى سالب سالب العشرة وإن بقى بيحصل غلط من بعض أبنان الطلبة والطالبات بينسى السالب اللي في المسألة من فوق وبيفتكر السالب اللي في القانون فقط لا الفي طلع بالسالب نفسها القانون فيه سالب والفي طلع بالسالب يبقى سالب عشرة على 30 هيطلع موجب تلت هنا لو قال لي اكتب صفات الصورة هو ما طلبهاش مني بس أنا عايز أكتب صفات صورة لمرأة محدبة نفس الطريقة أنا بكتب أول خاصية من إشارة الفي إشارة الفي هنا إيه؟ سالبة لما كانت موجبة كنا بنقول صورة ممتزين حقيقية يبقى هنا هنقول صورة إيه؟ تقديرية مش هشوفها لأنها بالسالب طيب الخاصية التانية كنا بنكتبها من فين؟ من الام الام إشارة الام إشارة الام لما كانت بتطلع سالب كنا بنقول إيه؟ مقلوبة هنا الإشارة طلعة بالموجب يبقى هقول صورة إيه؟ معتدلة كيمتها تلت تلت ده يعني أصغر من الواحد يبقى مصغرة يبقى إذا طلب مني كتاب خصائص الصورة هنا أو صفات الصورة هنا اللي هتتكون معايا هكتب إن الإشارة هنا بالسالب يبقى إذن حقيقية أو الخاصية هكتبها له كده حقيقية الخاصية التانية الام بالموجب يبقى إذن إيه؟ معتدلة عشان بالموجب طيب كيمتها أصغر من الواحد يبقى مصغرة يبقى ده إذا طلب مني صفات الصورة مسألة أخرى بيقول لي وضع جسم طوله خمسة سانتي على بعد خمسة وعشرين سانتي من مرأة مقعرة يبقى ده بعد الجسم عن المرأة المرأة بعدها البقري مدوني عشرين سانتي احسب ما يلي عايز نحسب بعد الصورة اللي هو عبارة عن ممتازين أبنائنا وبناتنا الطلبة عبارة عن الفي يبقى إذا واحد على الف القانون العام للمرأة واحد على الف يساوي واحد على يوز واحد على في يبقى إذا واحد على في بيساوي واحد على عشرين ناقص واحد على خمسة وعشرين ووصل من هنا إن بعد الصورة بيساوي مية سانتي متر الجسم ده كان موضوع على بعدة ده خمسة وعشرين تكونت له صورة على بعدة ده مية سانتي يبقى أنا أقدر أفهم من هنا من وانا بحل خلاص ان هنا في عملية تكبير للصورة المطلوب التاني بيقول لي احسب التكبير التكبير M بتساوي سالب V على U يبقى سالب المية على الخمسة وعشرين يطلع معايا سالب أربعة يبقى إذن الصورة تكبرت كم مرة أربع مرة بقول لي اكتب خصائص الصورة دائما خصائص الصورة من إشارة الفي أول خاصية الفي بالموجة بيبقى صورة حقيقية الخاصية التانية من إشارة ال M إشارة ال M بالسالب يبقى إذن الصورة هتكون مقلوبة قيمة ال M الخاصية التالتة بنكتبها من قيمة ال M نفسها قيمة ال M هنا أربعة ايه معنى أربعة؟ يعني أكبر من الواحد يعني مكبرة أربع مرات يبقى إذن صفات الصورة حقيقية مقلوبة مكبرة وفي الختام أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات نتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومات المفيدة لكم مع خالص تحياتي وتمنياتي ورجائي من الله بالتوفيق والنجاح لكم جميعا موسيقى 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 اشتركوا في القناة